السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم من جديد ومع فيديو جديد ومع قاطو جديد اليوم سنجد مع بعض هليلات الشوكولات والكوكو هذو هم المقادير اللي نحتاجوهم كوكو سكر زبداء ونعطره او نسمو هذو اللي قاطو لزيز تحسيد بشر الليمون عندي هنا ثلث كيله كوكو الكيله كما بغيتو او المقدار كما بغيتو ندت هنا بربعمئة قرام ثلث كيله كوكو راح يقابلها مئة قرام سكر مغرف موش مع مراز البداء بين عشرين وخمس وعشرين جرام وعندي لزيز تا سيتخون كبيرة وش راح ندير قبل ان الكوكو هذو كنت قليتو مليح ورحيتو المرة الأولى ودولك راح نعود نلحيه مع السكر نحط الكوكو بعد رحيتو مرة الأولى ونزيد له كمية السكر ونعود نلحيه مرة ثانية حتى نتحصل العجين نخليها عطوله وقته وخليه حتى ان يتعجن لكم وهذا هو الشكل تاعه شو كيف يبليه يطلق الزيت تاعه ويتخلطه مع السكر ويرجع عجين هنا راح نزيد له الكمية تاع الزبدة وهنا الملاحظة الزبدة تقدو تستغنوا عليها ونزيد لزيز تسيتخون نخلط كل شي مع بعض وهذا هي الاباتتاية تاع الكوكو والخطط اللحان خلال الاتحي للفرجيدار امل قليل 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 المول سوف نقوم بإضافة سيليكون ضوء كمية من الشوكولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بالمغرف ترجمة نانسي قنقر ليتخبى كامل بعد غطيته منيح بالشوكولة او ادهنته منيح بالشوكولة حطيته في الفريجيدار نحطه حتى انتجمد هذل شوكولة بعد غطيت شوكولة و الابات في الكوكاو ريحت شكلتها كورات تقريب الوزن على كل كورة 15 قرام مهمة لحساب الحجم نحن نديره هتومة اهنا نجيب كل كورة من هذه العجينة على الكوكاو و نشكلها كحربوش و بعد نديرها في المول و نعطيها الشكل على الهلال بالطريقة اللي راكم تشوف فيها اهنا نعطيها نحن نشكلهاي اهنا نحن نشكلهاي اهنا نشكلهاي اهنا نشكلهاي اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر